السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في قناة طريق المعرفة سنتكلم اليوم في هذا الفيديو عن موقف بطولي للفدائي البطل عكريمة بن أبي جهل الذي ساهم في انتصار المسلمين في معركة اليرموك حين أوشكت جحافل جيوش الامبراطورية البيزنطية الرومانية من تتمير جيش المسلمين ومحاصلتهم من كل جانب وفي تلك اللحظة الحرجة تقدم عكريمة بن أبي جهل في ساحة المعركة ليكسر غمد سيفه وينادي في سماء اليرموك وصاحب صوت عال أيها المسلمون من يبايع على الموت فتقدم إليه أربعمائة رجل من المسلمين ليكون هؤلاء الأبطال بما عرفه التاريخ بكتيبة الموت وتوجه لاقتحام صفوف الروم لفتح ثغرة في صفوفهم في محاولة شبه مستحيلة وقبل أن يتحرك بفرسانه توجه إليه القائد العام لجيش المسلمين في تلك المعركة سيف الله المسلول خالد بن الوليد وحاول منعه من التضحية بنفسه فنظر إليه أكرم وقال له إليك عني يا خالد فلقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا أما أنا وأبي فقد كنا أشد الناس على رسول الله فدعني أكفر عن ما سلف مني ولقد قاتلت رسول الله في مواطن كثيرة وأفر من الروم اليوم إن هذا لن يكون أبدا وانطلق القائد عكريمة بفرسان كتيبة الموت واقتحم صفوف جيش الروم دون أدنى خوف من الموت وانهالت عليهم السهام كزخات المطر في محاولة لوقف تقدمهم وعلى الرغم من تساقطهم واحدا تلو الآخر إلا أن كتيبة الموت الإسلامية الصادقين في البيعة على الاستشهاد استمروا في التقدم نحو صفوف العدو وما هي إلا لحظات حتى تمكنت كتيبة الموت الإسلامية من إحداث تغيير في ميزان المعركة لصالح المسلمين فبحث القائد خالد بن الوليد عن قائد كتيبة الموت بين المصابين فقد كان عكريمة أحد أقرباء خالد وصديقا قديما له ليتم العثور عليه ملقا في ساحة المعركة والدماء تسيل منه فوضع خالد بن الوليد رأس صاحبه على فخذه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وما هي إلا لحظات حتى فارق عكريمة الحياة بعد أن عمل على تغيير مجرى معركة اليرموك لينتصر المسلمون في تلك المعركة المصيرية التي كانت نقطة خاصلة في التاريخ الإسلامي وهكذا تشهد عكريمة بن أبي جهد رغم معاداته للإسلام أكثر من عشرين عاما إلا أن نهايته كانت بفضل الله فاتمة الحصن خلال الأنم خلال الأنم أغرق بفضل صحيح اشتركوا في القناة